لم يطوي الأمريكيون صفحة الانتخابات الرئاسية حتى غلفت الضبابية مشهد المرحلة الانتقالية فرئيس ترامب الذي سيستمر في مكتبه البيضويز وهاء سبعين يوماً يتخذ قرارات إجرائية بدأت بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر واستحديث عن سلسلة إقالات يعد لها أيضاً في هذه الأجواء يحاول الديمقراطيون الفائزون تسهيل انتقال الرئاسة فهل ستكون المرحلة الانتقالية ساخنة وأي ارتدادات لقرارات ترامب الأخيرة على البلاد عموماً معنا من واشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ديفيد ديروش أهلا بك سيد ديفيد معنا دائماً في غرفة الأخبار يعني من حق رئيس الدولة حتى يوم العشرين من يناير ممارسة كامل حقوقه الدستورية لكن في أي إطار يمكن وضع إقالة مارك إسبر وزير الدفاع وأيضاً الاستقالات الأخرى اللي يتم الحديث عنها في الساعات الماضية هل في إطار تصفية الحسابات والانتقام سيد ديفيد؟ هذا بالضبط ما هو الوضع أنا أعرف مارك إسبر منذ أكثر من 35 عاماً وهو شخص متفاناً لعماله وهو ولي جداً لقيادته وكان كذلك حين عمل في مجلس الشيوخ ولكنه تعارض مع رئيس ترامب وأعتقد أن ترامب أرد أن يكون في موقع ليقول أنه طرد هذا الرجل وهذا ما فعله في نهاية المطاف وأعتقد أن هذه أحدى أوجه النظر المختلفة في شخصية ترامب والمزعجة لكن البعض ومنهم سيد آدم سميث وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي يعتبر أنه خطوات من هذا النوع هي خطوات مزعزعة للاستقرار في الداخل الأمريكي وتحديداً ستشجع الخصوم نعم هذا ما ستفعله هو أن البنتاجون منظمة مستقرة جداً ونحن شهدنا بعد هجمات 11 من سبتمبر لم يكن من أي انتقاذ في استمار القيادة في هذه الإدارة ومن الصعب علينا اليوم أن نرى ما ستكون فائدة إقالة شخص قبل شهرين من انتهاء بلاية رئيس ترامب ولكن ربما هو يعتقد أي سيد ترامب أنه سيتم تغيير نتاج الانتخابات وأنه في بعض الأحيان كانت مزورة وربما ستتغير النتيجة إذن هذا يزاز على الاستقرار ولكن أي كان يعتقد أن هذه محاولة للكولة أن الولايات المتحدة ستخلف عن احتياطاتها الأمنية فسأقول أنهم مخطئون لذلك أحث أعداء الولايات المتحدة على مبارسة الكثير من الحذر لأنه فيما يتعلق بالإدارة اليومية لوزارة الدفاع بإمكاننا الاستمرار بالعمل دون أي وزير مؤكد أو مع وزير بالإنابة سنعود إلى هذه المسألة تحديداً للحديث عن هذه الفترة الانتقالية سيد ديفيد لكن دعنا نلقي نظرة على هذه التغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها نحقق تقدماً كبيراً والنتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل ويضيف سنفوز يعني سيد ديفيد من يقرأ هذه التغريدة يرى أنه يعيش في مكان آخر يعني الكل اليوم يهنئ سيد بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية والرئيس ترامب يقول أنه النتائج لم تظهر بعد أو ستظهر في الأسبوع القادم ما الذي يمكن توقعه حتى الساعة لم يقدم أدلة الرئيس ترامب نعرف أنه تقدم ببعض الدواعاء القضائية ولكنه يبحث عن هذه المخلفات هذا هو المنظور القضائي ولكن لنركز على الجانب السياسي وهذا أمر لا يعرفه البعض الذين لا يتبعون بحثث ماذا يحصلوا في بيت المتحدة منذ عامين ستيت إيبرامز من الديمقراطيين خسرت السباق في جورجيا وحتى الآن لا تتحدث عن خسارتها في المقعد في هذه الولاية وهي تعمل على الاستمرار بقول أنها فازت ولذلك اليوم ولاية جورجيا تعرف احتدام السباق على مجلس الشيوخ لذلك رئيس ترامب لن يعترف أبدا أنه خسر وسيعتبر أن الانتخابات سرقت منه وذلك لحث شعبيته والاستمرار في عام 2024 في الاختيابات المقبلة وأعتقد أن كل الأشخاص من حول رئيس ترامب سيقول له أنه عليه الاستسلام ولكن لا أعتقد أنه سيتراجع ما أن يتأكد مئة في المئة من ذلك وسيستمر بهذه القضايا لمعرفة أنه حتى لو تم تمرير بعض القطعون القضائية سيخزر هذه الانتخابات ويستمروا بالقول أن هذه الانتخابات سرقت منهم وهذه الطريقة للاستمرار بالجدل والزخم من إزاء حملته والتي تخطط التوقعات يجب أن لا ننسى ذلك لكن في انتظار كل ذلك سيد ديفيد هناك مخاوف حقيقية على انتقال السلطة في الولايات المتحدة اليوم نتساءل إن كان لهذه القرارات الإجرائية التي يتخذها الرئيس ترامب تأثير على انتقال السلطة لجو بايدن نعم ستؤثر عليها كثيرا ما من قواعد دستورية أو قضائية لانتقال السلطة إذن ربما الرجلين لن يتقابلوا حتى العشرين من يناير وستغادر الإدارة القديمة وتأتي الإدارة الجديدة ولكن وفقا للتقاليد سيعملوا لجنة من الحزبين على انتقال السلطة وربما أربع أو خمس أشخاص من الحملة سيذهبون إلى الوزارات وسيوفر لهم مكاتب وسينظرون في الأمور وهذا سيسمح بانتقال السلطة ولكن هذه أمور تقليدية وأظهر أسا ترامب أنه لا يحترم الكثير من التقاليد فهو يرفض زيادة الضرائب هذا لا يطلبه القانون ولكن هذا كان التقليد إذن نعرف أن هذا الانتقال لسلطة لن يكون سليسا ولكن هذا حصل عام 2000 في الانتخابات الرئاسية وحصل أيضا عام 2016 حين تولى الرئاسة سابقا إذن العمل اليومي للحكومات سيستمر وهو بعيد عن هذه المناوشات من الأشخاص الذين سيندمون للإدارة ذلك لا يعني أن الأشخاص سيغيبون عن عملهم في حال لم تحدث هذا الانتقال للسلطة ولكن نعرف اليوم أنه بحلول الثالث عشر من ديسمبر والربع وعشر من ديسمبر سيبدأ المجمع الانتقابة بإدلاء الأصوات والتأكيد على ماذا حصل وأعتقد أنه ستكون الانتقال بعد ذلك سليسا سنكون بانتظار كل هذه الإجراءات حتى العشرين من يناير المقبل شكرا جزيلا لمداخلة الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ديفيد ديروش حدثنا من واشنطن